إبراهيم برقاش مرحبا بك مرحبا مساء الخير ناصر تفضل إبراهيم هل فيه جديد بخصوص عمليات البحث المتواصلة عن عون الحمال المدنية إذن كما تشاهد ناصر كما يشاهد مشاهدنا الكرام نحن الآن متواجدون يعني دائما في منطقة البحث تتم عملية البحث على جثة المفقود محمد عشور البالغ من العمر 27 سنة لليوم الخامس على التوالي لا تزال مجهودات أعوان الحماية المدنية هنا قائمة على قدم وساق للبحث عن زميلهم المفقود في العمل لأكثر تفاصيل يحضر معي المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية ناسيم برناوي أهلا بك سيدي أهلا بك مساء الخير شكرا طبعا واليوم الخامس على التوالي في البحث عن أخينا وزميلنا الباطل الأخ عشور محمد هذا اليوم وعرفة يعني رفع وطيرة التدخل والسرعة التدخل كذلك برفع عدد الأعوان المتدخلين باستداء الدعم الذي كان في انتظار في الولايات المجاورة آخره كان من وليد ستيف يعني صابحة اليوم قادمة كذلك إلى بعدكم من بروج والمدية تيزيوزو بجاية الوحدة الوطنية يرتفع العدد إلى 700 عام الحماية المدنية وكذلك ننتظر في أن يرتفع كذلك في العدد لهم إحتياطيين كل ما توسعت رقعة التدخل يعني في هذا الجانب طبعا اليوم تم التركيز فيما يخص العمل على مستوى الضفاف الواد والدوس من منطقة التي نحن متواجدون هي منطقة البداية خاصة من مكان تصريف هذه المياه إلى غاية انتهاء الواد على بعد 12 كيلو مادن تجهيز أو وضع في ميدان كل العوان خاصة الفرق الخاصة عندها خبرة في هذا المجل أحسن غطى سن أحسن فرق السن والتقنية حاضرة هنا الوحدة الوطنية المندية وكذلك فرق الإنقاذ والبحث في الأماكن وعيرة كلهم ركزوا على منطقة لكنية كبيرة صحيح فيما يخص 12 كيلو متر كثيرة خصوصية الواد تقريبا غابة موجودة في مكان في دخل الواد أشجار أحراش صعوبات وعلاقات كبيرة جدا تعيق يعني لازم يعني العملية للبحثة تكون مدققة جدا أنه كثير من الحفر كثير من الأطربة والأوحار والأحراش متواجدة يعني لازم الضيقها في العمل والضيقها في العمل لا تخليش أنك تسرع يعني لازم تمشي بطر حتى لا تخليش مجال الخطأ العملية اقتصرت أنه يعني بالذهاب والرجوع سواء الغطأ صين سباحة أو مشين على الضفاف يعني العواني العاديين والفرق السين والتقنية الكيلة من مدربة تم تقسيم هذا الجزء التدخلي اليوم كذلك إلى أربع أقسام حيز المهم هو هنا يعني كثرة الأوحال وكثرة الأحراش والأشجار وكما كنا يعني في ظهرت اليوم مع الأفراد السين والتقنية في المكان الذي يعني كان لازم أنه نزيل الشك من هناك إذا كان ضحية تجوزة يعني هذه المنطقة الحساسة يعني كل مرة رأنا نزيل يعني منطقة من التدخل بعدما خرجنا من القنوات يعني ومكان تدفق المياه طيلة ثلث أيام عملية تعني المشط وعملية التنقية وإزالة كل المخلفات والأوحال آآ العملية معاقدة هي معاقدة لي أنه صحيح المصار هو معروف يعني من منطقة السقوط إلى غاية الممورة النبير النهر إلى غاية الواد لكن كبر المنطقة 15 كيلوما تقريبا أو أكثر صعوبة المنطقة بخصوصية كذلك الواد هي ما صعبت فقط من المهمات الشيء الواحد هو يعني اللي حيير حد الآن يعني وعدم إيجاد أي علامات العلامات اللي اللي بقى فقط إذا كان الألبسة أو عتاد يعني تدخلي خاص فردي حماية فردي اللي كان الألبسه لم يضر عليه أعطار الشيء هذا اللي بقى فقط لعملية إستفاعل لماذا زاليني دائما نخلي فرق أخرى على مستوى القنوات كذلك يعني إزالة كل الشكوك ومنترك يعني عنصر الخطأ في مثل هذه العملية لأخينا وزمينينا شكرا 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 سيناسيم برناوي إذا كانت هذه تفاصيل يعني عملية البحثة المتواصلة بالرغم من الصعوبات الكبيرة إلى أن يعني مجهودات أعوان الحماية المدنية قائمة عودة إليك زميلي ناصر شكرا لك إبراهيم برقاش كنت معنا من البويرة ولضيفك على هذه المدنية